السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام وأعظم الله أجورنا وأجوركم في هذه الأيام الحزينة ذكرى شهادة أبي عبد الله الحسين عليه السلام ومات لها من المصائب وأهلا ومرحبا بكم في برنامج قرآن على الرماء مشاهدين مكث الرأس المنور عدة أيام في الكوفة إلى أن قرر ابن زيادر إرساله إلى الشام لكي يكون عند يزيد بن معاوية بن أبي سفيان معنة الله عليهم إذ توجهت ثلة من الجنود وهم يرافقون سبايا آل البيت تتقدمهم الرؤوس الطاهرة للذين نالوا شرف الشهادة على أرض كربلاء وكان رأس الحسين عليه السلام في مقدمة تلك الرؤوس الشريفة وبعد مسار طويل ظهر التعب والإرهاق على سبايا آل البيت عليه السلام لأنهم كانوا يتعرضون للضرب من أزلام بني أمية إضافة إلى عدم إعطائهم الطعام الكافي والماء وخاصة أن معظم السبايا هم من النساء والأطفال وعلى إثر هذه المعاملة السيئة التي تعرض لها آل البيت على أيدي هؤلاء المجرمين كثر بكاء الأطفال والنساء الأمر الذي أدى بعدد من حراس الركب الطاهر أن يأمروا رفاقهم من العسكر بالوقوف بعض الوقت لغرض الاستراحة ولما كانت مدينة الموصل قريبة بدهب قرروا الذهاب إليها لغرض الاستراحة وهو ما تم فعلا حيث دخلت السبايا المدينة التي خرج أهلها لمشاهدتهم واستقرت السبايا فترة قصيرة من الوقت قام بعدها الحراس بمغادرة المدينة لإكبال مسيرهم نحو الشام وبعد خروج السبايا من مدينة الموصل وفي أثناء الخروج من المدينة سقط الرأس المقدس على الأرض فهرول إليه أحد المحبين لآل البيت وهو إبراهيم الموصلي وأخذ يتأمل به فوجده رأس الإمام الحسين عليه السلام فلام ووبخ العسكر الذين كانوا بالقرب منهم فما كان منهم إلا أن يشهروا سيوفهم عليه فقتلوه في الحال بعد علمهم وبعد عملهم المشين هذا ألا وهو قتل هذا الموالي توجه الركب نحو الحدود السورية واستمروا في المسير إلى أن وصل إلى مدينة بالس السورية فمكثوا فيها بعض الوقت ثم توجهوا بعد ذلك قاصدين مدينة دمشق سار الموكب مسافة طويلة فبدى عليهم التعب والإرهاب وإما أن الموكب كان قريبا من مدينة حلب قرر العسكر الاستراحة في هذه المدينة وفعلا وصلوا المدينة فنصبوا خيامهم لغرض الاستراحة مشاهدين يقول سليمان بن مهران الأعمش بينما أنا بالطوافي في الموسم إذ رأيت رجلا يدعو وهو يقول اللهم اغفر لي وأنا أعلم أنك لا تغفر قال فارتعدت لذلك ودنوت منه وقلت يا هذا أنت في حرم الله وحرم رسوله وهذه أيام حرم في شهر عظيم فلم تيأس من المغفرة؟ قال يا هذا ذنبي عظيم قلت أعظم من جبال تهامة؟ قال يوازن الجبال الرواسي فإن شئت أخبرتك قلت أخبرني قال أخرج بنا عن الحرم المقدس فخرجنا فقال لي أنا أحد من كان في العسكر المشؤوم عسكر عمر ابن سعد حين قتل الحسين عليه السلام وكنت أحد الأربعين الذين حملوا الرأس إلى يزيد من الكوفة فلما حملناه على الطريق على طريق الشام نزلنا على دير للنصارى وكان الرأس معنا مركوزا على رمح ومعه الحراس فوضعنا الطعام وجلسنا لنأكل فإذا بكف في حائط الدير تكتب أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب قال فجزعنا من ذلك جزعا شديدا وأهوى بعضنا إلى الكف ليأخذها فغابت ثم عاد أصحابي إلى الطعام فإذا الكف قد عادت تكتب فلا والله ليس لهم شفيع وهم يوم القيامة في العذاب فقام أصحابنا إليها فغابت ثم عادوا إلى الطعام فعادت تكتب وقد قتلوا الحسين بحكم جور وخالف حكمهم حكم الكتاب فامتنعت وما هنأني أكله ثم أشرق علينا راهب من الدير فرأى نورا ساطعا من فوق الرأس فأشرف فرأى عسكرا فقال الراهب للحراس من أين جئتم قالوا من العراق حار ابن الحسين فقال الراهب ابن فاطمة بنت نبيكم وابن ابن عم نبيكم قالوا نعم قال تبا لكم والله لو كان لعيسى بن مريم ابن لحملناه على أحداقنا ولكن لي إليكم حاجة قولوا لرئيسكم عندي عشرة آلاف درهم ورثتها من آبائي تأخذونها مني وتعطوني الرأس إلى أن ترحلوا من هنا وبعد إخبار رئيسنا وافق على الطلب فقمنا بإعطاء الرأس لهذا الراهب بعدما أخذنا منه الدراهم فأخذ الرجل الرأس وقام بغسله ثم عطره ووضعه في حجره وأخذ يكلم الرأس الشريف قائلا يا رأس والله لا أملك إلا نفسي فإذا كان غدا فاشهد لي أن تجدك محمد أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أسلمت على يديك بعد ذلك والقول لابن الأعمش عن الذي حدثه أخذنا الرأس ثم أتوجهنا نحو دمشق أثناء طريق قررنا اقتسام المبلغ وإذا بالدراهم قد تحولت خزفية مكتوب عليها ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون ومكتوب عليها من الجانب الثاني وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بهذا مشاهدين كرام نختم حلقة هذا اليوم من برنامج قرآن على الرمح نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة